موسيقى الراجا جمهورها رسمالها موسيقى السلام عليكم عشر الجارات كيف رأيكم؟ كيف تكونوا مزياني؟ المهم جينا باش نقول لكم انه غاد يكون اخر فيديو على الراجا في هاد الشين هادي واللي هو هاد اللي كتفرجوا فيه هذا ما كيعنيش ان هاد الشين ما غداش تبقى لا غداش تبقى اول هيكي المهم جاني واحد ميساج من عنده واحد دريسة صراحة اللي بعد ما قرأته بليل البلان ناضي و ناضي بزيف قل لي من الاحسن تدير شين واحدة دراجا يعني الشين اللي ضربت مئة الف راجا و راجاوية هي اللي يبقى يدروفه على الفيديو والدراجا يعني توقع تشكيله اشتاري في الراجا هدوش فقرات اللي يدروف الشين غاديمشي و غاديولي و يدروف الشين الاخرى وهذا الشين هادي غا تبقى بنفس الكنسبت و لكن سيقوم بتقابع بطولة كاملة لن سيقوم بتقابع فرقي واحد و انما سيقوم بتقابع بطولة كاملة منها أن الشين الاولى تبقى بقى خاصة دراجا و تبقى ما يبقى من الشين الاولى للشين اخرى توقع تشكيله في الشين اخرى في الشين لاولى وهدا الشين هادي يدير و سيكونوا جديد و فضل الأحضة صراحة لا تحتاج لأي طريق و اكتشكي نفع shark هو الشتاك أشتراف الرجا سيكون آخر فيديو على الرجا سوف نبدأ بأول موضوع الذي يربط على الكثير من المواضيع وهوbirth منطق الكبير مدربة للراجا و هذا الآخر هو لاعب أول مباراة للراجا يوم الأمس ضد أويمبيكو خريبكا أول من هذا المينبور سوف نكتب إن شاء الله في المسارك مع الرجا و إن شاء الله ستكون خير على الرجا و لما لا نتائج الإيجابية ستدامعك إن شاء الله ولو انا اني كنت من الناس اللي لم يبغين شهد المدرب ولكن كيف ما كنقلوها ديما بمجرد ما كيسين الواحد وكيولي معناه في الفرقة فما علينا الا الدعب هذه القاعدية تراتلين مع بزاف دي اللعاب ما كنقلوها بمجرد ما سينوه في الفرقة قلنا اليوم مرحبا بكم ودعمناهم وغادي مقاون دعموهم الا ان يتبوت العكس نفس القاعدية سوف ندرها مع المدرب منظر كبير كيف ما قلنا لعب اول مباراة للضد اولمبيكو خريبقا واللسالات بالنتجة الثلاثة الثلاثة اللي كانوا فيها ثلاثة دي الأشوار الماتش اللي عرف تشجيل كل من جمال حركات من ضربة جازا وراؤوف بن غايت والحوسين الرحيمة ايضا من ضربة جازا ماتش ودي واحد احنا كنا كنا نعرف بانه ما كافيش مازال خاص ثاني والثالث قبل ما يتم استئناف البطولة اللي غالبا ثم غالبا غا تكون في بداية الأسبوع المقبل وكنا كنا نعرفه ضد شباب المحمدية وموضوع اخر كنا اشي خبار كتقول بانه رئيس الرجاء عازل بدراوي اجاه عرض من عند احد الفروق الخليجية وبالطبط الايمارات وهذا العرض هذا اللي كان احدى اللاعبين الاساسيين في الفريق وكان عرض مغريد ديال بساعة الا انه عازل بدراوي رفض هذا العرض هذا فصراحة الامر كيتتعلق باحدى اللاعبين ما متأكدش ولكن كين يجوش للعابة يا اما صفيان بن جديدة يا اما مروان لهذا هو دي فصراحة ترى كن كان انس محفوظ كل السينا معه معاقد المبدائي والجوم والما في خباره والوالو ترى اشياء ما تدوزناه نبقه في قضية المدرب حيث انه مباشرة بعد الاعلان على المدرب جديد ديال راجع ناطت واحد الغوت اللي لا يمكن من عند الجمهور راجعوي حيث انه مرادية لهذا الشخص هذا ودي حاجة اللي عادية ولكن المشكل وهو ان الاقزام اللي كانوا شفروا النادي لقاوها فرصة باش انه مجبدوا الصداع بين الجمهور وبين رئيس جديد ديال راجع والرئيس خرج وصراح باتش يفهمه في بعض المنابر الاعلامية الاقزام من بعد ما سمعوا بان رئيس الراجع سيبدأ في المحاسبة ومقلاوالو عاطنه اهمية اللي كبيرة وكبيرة بزاف الاقزام بدوك يخافوا على راسهم ويقلبوا على اقرب وسيلة باش انه محيدوا بها عازل بدراوي من الرئاسة الراجع فالأيام هذي او هذة ثلاثة ايام هذي بالضبط كتنا اسكت فيها كتلقى تسريب ديالشيشيك مليو 1 ديالشي واحد كان في 2014-2015 والمشكل هو ماشيشيك واحد او لا جوج وانما وقف ديالشيك جاية 3-98 هذا فقط جزء من هذا الشي اللي شفنا مازال الخير عاطي بمجرد ما غشبه الحقيقة ديالواحد ارى غاديدو نيشان الماسعج الاخر لدراف 17 مليار تاوف سيمانه ودك اللي حريرته حريرة وانا سمعت بان راولي كانت عنده ايد باش انه صوب ذاك النسر اللي قدام الاكاديمية ففي حالة ما اللي سمعتوا بان ذاك النسر تصوب بش مليار ولا شي جوشت المليار فبلا ما تفاجئوا وراك يقول لك الشفرة بالقانون فقضية المحاسبة غالبا ما غادت بداء من عند اخر خمس رؤساء كانوا فراجة واكيد ارى اللي كيتفافة راكي تحفز لافة وديك الساعة غادي نشوفوا شكل الده وشكل مادة وقال صراحة ان راولي صغير سيأتي بك الشجاع الراجة سيقول لي اشكل فراجة اشكل مش فراجة اشكل مش فراجة اشكل مش فراجة اشكل مادة ولكن احنا سنتبعوا القانون ونشوفوا هات الشفين سيخرج وكيف ما نقولوا ديما المصلحة للراجة قبل كل شيء المهم كان بزات مدقل خصوصا في الأيام المقبلة والذي ستزيد شباك دل بصاحبي مانا الجمهور مقاش يلعب والجمهور والذي يقلب على الحقيقة دياله المهم سنسألوا فيديونا ونقول لكم ما تشيكين فقط ننشط لكم جرد المساجات في هذا الفيديو هذا اللي وركم سمعتوه والثاني هو اللي كان في الأخير لهذا الفيديو هذا واللي هو قضية الشيكات المهم موعدونا في فيديو آخر ان شاء الله واللي اكيد سيكون في الشين الأولى ولم كنتش داخل لها را والله مفهمت انا يدخل الشين تاني والشين الأولى اللي أساسية مداخل لها ترى ما يمكن شيء يبدا يهرب لي هنا وانايا فرام قريقا سنقول لكم Peace